بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله عزيزي الطلاب في فيديو جديد سنقوم في هذه الفيديوهات في سلسلة الفيديوهات للشرح والاستعداد للانتحانات النهائية سنقوم بشرح الأسئلة التي تم وردت في الانتحانات السابقة عن فصل الرابع الشغل والطاقة الميكانيكية في البداية سنعرض الإجابة للتعريفات وملخص سريع للقوانين ومن ثم سنمر على الأسئلة التي مرت في السنوات السابقة إن أردتم أن أشرح باقي الفيديوهات أو باقي الفصول سواء ميوتن أو الحركة الدائرية وأجمع لكم جميع الأسئلة التي وردت في الانتحانات السابقة اكتب لي في التعليقات ادعموني بزيل لايك انشروا هذا الفيديو وسأقوم بتزويدكم بكل الأسئلة التي وردت في السنوات القادمة في الفيديوهات القادمة سنبدأ في البداية في التعريف طبعا علي عزيزي الطالب التعريف هو حاصل ضرب الإزاحة في مركبة القوة باتجاه تلك الإزاحة وهذا يأتي من خلال القانون لأنه حاصل ضرب نقاطي وبما أنه حاصل ضرب نقاطي أي أنه هناك كمية قياسية لأن العلاقة هي حاصل ضرب نقاطي بين القوة والإزاحة وشغل يومز له برامز تابليون ووحدة قياسه الجول طبعا عزيزي الطالب الجول كما ترى هنا نيوتن وهي وحدتها للكتلة آسف لا القوة والمتر لا الإزاحة فهي تمثل الجول إذن لو أراد أن يحسبها بوحدات النظام الدولي هي أيضا كيلو جرام في متر لكل ثانية تربيع وإذا أراد أن يحول القسمة إلى ضرب ستكون الثانية أو الثالب طبعا بالنظام الجاوسي هي أرغ أو داين في صانتي وتعريف الجول العزيزي الطالب دائما هو الشغل الذي تبدله قوة مقدارها واحد نيوتن عندما تحدث إزاحة باتجاهها واحد متر وقيمة الشغل العزيزي الطالب هي موجبة عندما تكون الزاوية حادة محصورة بين سفر وتسعين طبعا لماذا؟ لأننا نحن نعرف أننا هنا سنأخذ المركبة الأفقية فهي كوساين والكوساين سيكون موجب في الربع الأول المحصور بين سفر وتسعين بينما لو كان من التسفر الربع الثاني سيكون سالب لأنه كوساين في الربع الثاني حسب كل القاعدة كل جا الظالم جاته داهية فبالتالي الربع الثاني فقط الجا هي الموجبة لكن الجتة لأننا نأخذ المركبة الأفقية وهي كوساين فبالتالي عندما تكون الزاوية المفارجة سيكون بالسالب وهذا الكلام عندما تكون الإزاحة بعكس اتجاه الحركة أو القوة بعكس اتجاه الحركة بكلتا الحالتين لكن سفر متى يساوي سفر أو متى تنعدل قيمة الشغل عندما يكون الزاوية تسعين بمعنى أن القوة تكون عمودية على اتجاه الحركة لأن كوساين التسعين يساوي سفر ونوء القمية هي مشتقة وقياسية وبالنسبة للشغل طبعا يساوي جرام في سنتيمتر تربيع لكل تانية تربيع حسب النظام الدولي بالنسبة للشغل الكلي في تعريف هو الجمع العددي لشغل كل قوة منها طبعا تؤثر في الجسم أو محصلات القوة المؤثرة في الجسم ويساوي مجموعة القوة كحاصل ضرب أو كحاصل جمع آسف و هي الأفنة طبعا في المركبة حسب الزاوية التي ستكون مطالة داي سنعرى هذا في الأسئلة في الزاوية طبعا الشغل الكلي عزيزي الطالب دقيقة هنا سأصغر آآ الآجارة الشغل الكلي الذي تبدله هنا آآ دقيقة حتى يكون واضح عندكم آآ جميع القوة طبعا الشغل الكلي الذي تبدله قوة هي القوة الثابتة يمثل طبعا بمساحة المستطيل ويكون هذه فقط القوة الثابتة لماذا وتأتي هذه فيه اختر لماذا لأنه هنا الشهونة وهنا دي فهنا قوة ثابتة فبالتالي سيكون هنا مساحة المستطيل وهذا يأتي في ايش اختر ويوازم احوار الازاحة الجزئية الثانية القوة المتغيرة حسب المساحة الشكل المحصور تحت المنحنة بينما شغل المعبض هو شغل القوة المتغيرة وهنا مساحات لابد ان تعرفها سماحة مساحة شبن منحرف مص مجموعة قاعدين ضرب الارتفاع مساحة المستطيل طول ضرب العرض او المساحة المربع طول الضلع في نفسه مساحة المتلة النصف القاعدة ضرب الارتفاع بينما شغل المعبض عزيزي الطالب شغل المعبض هو عبارة عن قانون هوك طبعا قانون هوك مشهور وهو ان تتناسب القوة المعيدة او الراجعة شغل المعبض عزيزي الطالب هو قانون هوك كما تحدثنا وصيغة رياضية له الاف للقوة المعيدة هي سالب الاف قوة الاسترجاع لماذا السالب لانها في عكس اتجاه الحركة تساوي الكيه هو ثابت المرونة في اكس طبعا في المسائل الحسابية سيكون بالموجب الكيه ثابت المرونة وحدة نيوتن في لكل متر طبعا الاستطالة هو القوة المعيدة في تعريفها هو القوة التي تحاول اعادة النابض الى وضعه الاصلي وشغل النابض يختلف فيه عن قانون القوة المعيدة فشغل النابض هو عبارة عن مسلا مساحة تحت المنحنة فمسلا هنا اه طبعا منحنة اف في اكس وهي الاستطالة حسب المثلت مسلا هنا المثلت نصف القاعدة في الارتفاع فبالتالي هو نصف اكس في اكس تربي هذا هو بالنسبة لشغل النابض لانا سيأتي اه في اسئلة كثيرة ملاحظات هنا عزيزي الطالب هنا القوة النابضة هي القوة المعيدة وتأخذ الطاقة الحركية من الكتلة بمعنى ان النابض يبدل شغل وهذا السالب هذا الشغل هو سالب شغل القوة الخارجية لكن السالب فقط للاتجاه ووحدة قياس الثابت هو نيوتن لكل متر لماذا لان العلاقة عندما اريد الكي ساقوم بخصمة الاكس على الطرفين والاكس طبعا بالمتر فنيوتن على متر طبعا الطاقة الحركة ايضا من القوانين المهمة طبعا انا هنا اعرض قوانين فقط كملخص حتى نبدأ في المسائل ويمز لهب كي اي وهي عبارة عن طاقة الحركة وفي تعريفه هي الجسم او الطاقة التي يمتلكها الجسم المقدر انجاز شغل معين نتيجة حركته فبالتالي هو الطاقة التي يتكتسبها الجسم بسبب حركته ويتمد على السرعة وطبعا مربع وهي علاقة طردية مع مربع السرعة والكتلة والالاقة طردية وهي العوامل والاوامل طبعا من القانون لماذا لان القانون الطاقة الحركية هي نصف ام في في تربية طبعا الفي هي السرعة فهو طرد مع مربع السرعة وطرد ايضا مع كتلة الجسم ووحدته ايضا جول كيلو جرام في متر تربية لكل ثانية تربية القوة المحصلة تساوي سفر لان الجسم يتسارع ويمتلك طاقة حركية في هذه الحركة طبعا نظرية الشغل والطاقة لها نص وهو النص هو الشغل الكل الناتج من عدة قوة او مجموعة قوة تؤثر فيه جسم متحرك طبعا هنا هذا الجسم لا بد ان يساوي التغير في طاقة الحركة وكاثبات لهذا القانون انا اثبته سابقا فقط ساعرضه حتى لا يكون هذا الفيديو طويل لك سنبدأ في طاقة الوضع هنا فقط ساعرضها عرض سريع لان سريد ان ادخل في المسائل الحسابية ويكون امر واضح لديكم طبعا قانونها تعريفها العوامل الخاصة بها وقانونها وجزئية لكن هنا ملاحظات في نظام الارض الجسم عند الصعود تبدل شغل سالب فنضع السالب في ام في جي في اتش وهو قانون طاقة الوضع لانه عكس تجاه الازاحة حيث ان الوزن دائما للأسفل والحركة للعلى لكن عند النزول تبدل شغل موجب فلابد ان تكون نفس تجاه الحركة في اثناء الصعود دائما تزداد طاقة الوضع لماذا لانه وتقل طاقة الحركة لانه تقل السرعة لانه العلاقة ترضية بين طاقة الحركة ومربع السرعة وتزداد طاقة الوضع لانه يزداد الارتفاع والعلاقة ترضية بين طاقة الوضع والارتفاع لكن اثناء النزول يكون العكس في مستوى الاسناد طاقة الوضع دائما تكون دي طاقة الوضع اكبر طبعا انا اتكلم هنا عن هذا الشكل الذي امامكم انه عند اقصى ارتفاع وتصبح حركتها سفر لانه دائما يكون عند اقصى ارتفاع حركة الجسم او السرعة تكون سفر بالنسبة لقانون حفز الطاقة الميكانيكية ايه هي مجموعة طاقتين الوضع والحركة هذه التعريف الطاقة الميكانيكية والطاقة المحفوز طبعا الطاقة المحفوزة دائما تساوي مقدار ثابت وهذا النظام محفوز والصيغة الرياضية كما يظهر امامكم بينما القوة المحافظة هي القوة التي لا تعتمد على المصار بين نقطتين البداية والنهاية في الشغل المبدول خصوصا عندما يكون الشغل في مصار مغلق تساوي ثفر مثل قوة الجاذبية الارضية وقوة المابض لكن الغير محافظة ستكون تعتمد على المصار المبدول وفي التالي الشغل في المصار لا يساوي ثفر وهنا مثل قوة الاحتكاك وقوة الهواء وقوة الشد كأمذلا طبعا شغل القوة الغير محافظة مجموع الجبري كما يظهر امامكم بتفاصيله تعريفات القدرة بكل ملخصة هو انا هنا فقط اعرض ملخص كل هذه الجزئيات قمت بشرحها لكن لان الطلبة طلبوا مني ملخص سريع فهنا تعريف القدرة ملخصها بكل جزئياتها من وحدة قياس نوعها مشتقاتها وهنا حتى الحصان الميكانيكي هنا فقط المسائل التي وردت في الامتحانات السابقة سواء اسئلة وردت بكل جزئياتها فقط ساعرضها هنا مثلا العلاقة طردية بين طاقة الحركة والسرعة ودائما هنا مثلا لماذا مثلا في هذا الشكل اخترت هذه الاجابة وطبعا هذا هو ارضا ورد في كثير من الاسئلة لان الطاقة هنا اي تساوي اي طبعا اي انيشل طاقة الحركة زائد طاقة الوضع تساوي طاقة الحركة زائد طاقة الوضع بالنسبة للفاينل لكن هنا في البداية طاقة الحركة اه سفر لماذا لانا السرعة بدأت من السكون فساستثنيها طاقة الوضع في النهاية سفر لانه لا يوجد ارتفاع ساستثنيها ساختصر اه سأضع مفكوك طاقة الوضع وطاقة الحركة ساستخدر اه ساختصر ميم اه سادرو في اثنان من اجل ان اتخلص من النصف سيكون هنا اثنان وساعمل جدر من اجل ان اتخلص من الفيفا سيكون هذه العلاقة هذا من الاسئلة المهمة ايضا جدا طاقة الحركة كنا ترضية مع مربع السرعة بمعنى ان طاقة الحركة لو تضاعفت السرعة يعني اصبحت اثنان فا اه اثنان تربيع سيصبح طاقة الحركة اربع امثال لكن لو قلق قلت الى النصف سيكون الربع لو قلت قلت لك انها للنصف نزلت السرعة على النصف سيكون هذا اه الاجابة هي الصحيح هنا اسئلة ايضا مهمة طبعا طاقة الوضع في ايه تساوي طاقة الحركة في ايه تساوي طاقة ثابتة اربعة متر لكل ثاني اذا اثرت فيه قوة فتوقف توقف اي ان في اتنين تساوي سفر وليس في ولكن لو قال لك من سكون في واحد تساوي سفر تماما عن الحركة خلال اتنين سنة زمن معطيك فما متوسط القدرة بوحدة الوضع طبعا عزيز الطالب هنا دائما من اجل ان اأتي بالتصارع ساستخدم القانون الاول من معادلات الحركة بالتصارع الثابت لانه لا يوجد ازاحة عندي ففيه اتنين سفر فيه واحد اربعة اتنين فالتصارع هنا سيصبح اه اتنين طبعا لماذا بالسالب لانه اكيد يتباطع حتى يتوقف ومن ثم ساستخدم هذه التانية من اجل ان اأتي بالمسافة واستخدم المعادلة الثانية من معادلة الحركة بالتصارع ثابت واقوم بالتعويض عنها وبالتالي سيكون الازاحة التي او تحركها اربعة متر فاقوم بالتعويض في قانون القدرة ام في اي في دي طبعا كيف استاذ القانون هذا لانه اه هنا عبارة عن الاف والاف حسب قانون الثاني لنيوتن هو عبارة عن ام في اي او اه ام في اي طبعا هذه بالنسبة الاف و اه في الدي لان القانون اه سيكون هو عبارة عن الشغل على الزمن والشغل هو بالتأكيد اه طبعا هذا من احد القوانين التي اتحدثنا عنها سابقا بالنسبة لأقوبا. طبعا هنا ايضا عزيزي الطالب اسئلة وفقط ساضع كل الاجابات اي رقم سؤال اكتبوا لي في التعليقات ما هو السؤال اللي بتريد ان اقوم شرح كثير من الاسئلة وردت فحتى لا يكون هناك اه هذا الفيديو طويل عليكم فقط ساعرض الاسئلة مع حلها ويكون اه اكتر افادة اه لكم. طبعا المساحات دائما اه انتبه ان تكون الاتجاهات او اشارة السالب والموجب. طبعا اسئلة طاقت الوضع وطاقت الحركة من الاكتر الاسئلة التي تأتي في اختر. كل هذه اسئلة تختر وردت في السنوات السابقة. وهنا ايضا اشكلة الحركة. طبعا اه جميع شرح هذه الدروس موجود في قوام التشغيل ستجد قائمة خاصة لكل مادة سواء فيزياء او كيمياء او اه احياء. اي جزئية او خطأ تحس اه تشعر به في الاجابات. اكتب لي في التعليقات حتى تكون هناك فائدة. انا حاولت ان اجمع جميع الاسئلة الخاصة بهذه المواد. اه اذا اردتم ان استمر في عرض الشرح لباقي الاسئلة الاطرائية على هذا الموضوع. اكتبوا لي في التعليقات. وساقوم بعرض باقي الاسئلة الخاصة. بهذه الآلة. طبعا بالنسبة للتعليلات المهمة. هذه كما ترون اماكن كل هذه هي التعليلات المهمة التي وردت في هذه المنة. بالنسبة للمسائل الحسابية. ساعرض الان المسائل الحسابية التي وردت في جميع الامتحانات السابقة. هذه اسئلة. بالنسبة لجزئية المسائل الحسابية. هذه مسائل الحسابية وردت في السنوات السابقة في اكثر من نموذج على مستوى المدريات. اه هذه الاسئلة اما كانت من اسئلة الكتاب. او اسئلة كانت اه في اه من امتحانات سواء امتحانات على مستوى القطاع. او مستوى الضفة. او مستوى الاردن لان الاردن في جزئية منها اه في تشابه في المنهج الخاص بالقطاع والضفة. طبعا اي جزئية غير مفهومة اكتبوا لي في التعليقات عن هذه الجزئيات تستطيع ان توقف الفيديو عند اي سؤال تريده ان تحله وتتأكد من الاجابات. اي جزئية تشعر فيها انها يوجد بها مشكلة اكتب لي في التعليقات وان شاء الله لن يكون هناك اي مشكلة. دائما كلما كنت بحل اسئلة اطرائية اكتر. كلما كان لا يوجد عندك مشكلة في التعامل والافكار التي تأتي في الانتحانات. فبالتالي سيكون عندك المام بجميع الافكار التي فقط انا اردت من هذا الفيديو ان اقوم بتجميع الاسئلة التي وردت في السنوات السابقة حتى يكون هناك المام لكم تستطيع ان تنمي عقلك بجميع الافكار الخاصة في هذا الفيديو طبعا قم في تلاحظوا ان اسئلة الوحدة في في النهاية كثير منها ورد في اسئلة الامتحانات كثير من اسئلة الكتاب فهو يركز. وهنا وضعت لكم ارقام الاسئلة الخاصة والمهمة التي لابد. طبعا سأضع لكم رابط طبعا اه اسئلة الوحدة طبعا موجود في صندوق اه الوصف. ان لم اضعها في صندوق الوصف. الوصف ستجدوه في قوائم تشغيل قائمة فيزياء الصف الحادي عشر. شكرا لكم ان اردتم ان استمر في عرض باقي المتحانات السابقة لباقي الفصول الاكتوبري في التعليقات.